السلام عليكم. نرجع الى نكمل محاضرتنا السابقة. حتشينا على نواع المميزات الخمسة المتغيرات في لغة الماتلاب. الان احنا عندنا دالة. يعني الدالة اللي اريد نكشف هل ان هذا المتغير هو فعلا يصلح يصلح ان يكون متغير. فاني استخدمه في اعداد برامجني. مرات واحد يكتب برنامج كبير جدا وبيل كثير من المتغيرات والاسمة. فيحب ان يفحص هذا اللي راح يستخدمه متغير. ممكن يتقبل الخوارزمي او البرنامج او ما يتقبله. فيجي فحصه عن طريق ال is variable name ويكتب. فاذا اطلع عندنا القيمة واحد معناه هو متغير يقبله. ما بي مشاكل واذا اطلع صفر logical multi اذا هو غير مقبول. الان هذا اللي اجينا على هذا المثال البسيط. اجي نكتب is variable sd 21. هل هو متغير قل لي logical multi واحد اذا مقبول. اجيت اخذت خمسة FR. شوف هنا قدمت الحرف رقم على الاحرف. طبعا هنا من الشروط ما مقبولة بالماتلاب. كمتغير فالطاني صفر قال لي هذا مو متغير. ايضا نقدر نشوف هل هذا المتغير هو كلمة مفتاحية او كلمة مكتبية من الدوار المحفوظة داخل داكرة الماتلاب او مكتبة الماتلاب. المرات التي نستخدم. يعني مثلا احنا عدنا بداكرة الماتلاب العديد من يعني مثلا دالة الساين دالة الكوساين. الفور. الويل. الاف استيتمينت. البريك وغير. هاي كلمات. موجودة بالماتلاب. محفوظة بالذاكرة. والها اعازات تعتبر. تنفذنا اعازات. فنحن نفحص الدالة اللي نستخدمها. لكثر المتغيرات اللي موجودة عندنا. هل هذا متغير فالطاني واحد اذا هو كلمة مفتاحية نعم ما يصر نستخدمه موجودة الثاني صفر فنستخدمها. واذا جاءنا مثلناها في الماتلاب اس. كي وود. رح نقول اس. رسولي. اس. كي وود. وايضا نفتاح. وهذه علامة الكوتيشن الاختباس. وانا رح اقول. فور. مثلا ايدا استخدمه كمتغير. وغلقت وراح اقلقت. شوف شقلي. لوجيكا. واحد. اذا هذا كي وود. فور موجودة بذاكرة الحاسوب. ما تقدر تستخدمه. عفوان بذاكرة الماتلاب. فما تقدر تستخدمه كمتغير. الفور. لكن انا اذا اجي اقول. مثلا. اس. كي وود. بدل الفور. احط اي متغير اخر. اس. كي وود. على سبيل المثال. اف. اي ار. مثلا. شلت الاو. وقيت لها. فشلطاني. صفر. معناه هذا. كلمة. لا مفتاحية. موحد الكلمات المحفوظة في ذاكرة الماتلاب. اذا يتقبل ان يستخدمها. طبعا قلنا CLC. نمسح الشاشة مع الحفاظ على المتغيرات. وقلنا الكلير. هو لتنظيف الشاشة نهائيا. والكلير اول هو التنظيف النهائي لكل القيم موجودة عندنا. هذا سابقا ذكرنا. اذا هنا عرفنا شون نقدر نعرف الكلمات المفتاحية. وهل هذا متغير او غير متغير. الآن نجي على انواع البيانات في لغة الماتلاب. طبعا الماتلاب يصنف البيانات الى انواع عديدة موجودة عندنا. كل هذه الانواع في الماتلاب هي يختصرها بعمل واحد وهو يتعامل وها كماتريكس او كمصفوفة. طبعا عندنا ثلاث انواع من البيانات. اولا عندنا نيومريكال داتا. وهي البيانات الرقمية او البيانات العددية. ممكن ان تكون انتجر نمبرز او ريال نمبرز. الانتجر نمبرز هي الاعداد الصحيحة. سواء كان السالبة او موجبة. المهم نقصد بها الاعداد اللي ما تحتوي على فارزة عشرية انها اعداد غير كسرية. اما ريال نمبرز هي الاعداد اللي تحتوي على فارزة عشرية. وكسرية. طبعا هذه تختلف عن هذه. لان الحجز في الذاكرة للأعداد الصحيحة ممكن ان يختلف عن الذاكرة اللي نحجز بها للأعداد الحقيقية. طبعا عدنا ايضا واحدة من البيانات الثانية بلغة الماتلاب هي السترينك. داتا او ما تسمى بالبيانات الحرفية. وهي عبارة عن حروف ورموز ورقام يتعامل وياها كبيانات حرفية. مثل ما شفنا بالمتغيرات. يتعامل وياها بيانات حرفية. وطبعا شون يعرفها ثابت حرفي او قيمة حرفية مثلا اكس واي اكس وان اكس تو. يعرفها ثابت متغير او يعرفها ثابت حرفي او بيان حرفي. عندما تكون بين علامتين الاختباس هذه العلامة وهذه العلامة الموجودة من لوحة المفاتيح. ايضا عدنا نوع اخر من البيانات. وهي البيانات المنطقية اللوجيكل داتا. واللوجيكل داتا هي بالحقيقة بيانات تتوضح لنا اما true او false. اما zero او one. اما تمثل لنا الyes او no. فاذا هي تنطينا واحدة من هذه الحلول بالنسبة للبيانات اللوجيكل الموجودة عندنا. طبعا الآن المتغيرات الحرفية البيانات الرقمية ما عليها مشكلة هي رقامة موجودة. لكن احنا نجي للسترينك داتا. هذه بالحقيقة عليها الكثير من الكلام. لان احنا ممكن مرات الى عدد نخلي صير سترينك. اذا كتبنا هنا انا وعرفنا على اساس ان سترينك يبقى طول البرنامج سترينك ما يتغير. قيمته ثابتة. فاذا نجي لبعض الدوال اللي نتعامل وياها مع البيانات. السترينك او البيانات الحرفية. واحدة من الدوال اللي نتوضح ان تفيدنا كدوال للسترينك او البيانات الحرفية. الاعاز الاول هو اعاز اسليتر. يعني معناه هل هذا حرف اللي راح تكتبه هنا بين علامة الكوتيشن. هذا الاس اللي هو اي ثلاثة سي اربعة اف هل هو حرف. اذا قل لك. طبعا الان مجرد ما كتبنا هذه الاحرف بين اسلتر. ما قلناه هل هذا انتجر او السترينك. اس هل هذه حرف. شوف راح يجي من تحطيه بين الكوتيشن. يعتبر هذه كلها عندك عبارة عن مصفوفه. فيجي يقول لك ترى ياابي. اسلتر تقصد للاس. الاي واحد. لتر. لتر. الثلاثة صفر ليش. يعني شافك اللي قالها نمبر. السي واحد لتر. الاربعة صفر ليه اللوء نمبر. وهكذا. هذي معناها الاس لتر. دعنا نطبق هنا بالبرنامج. دعنا نقول اس. لتر. دعنا نضع اللتر مالتنا. سأضع هذه الكوتيشن. ثلاثة. دي. جي. ايش. خمسة. و. أضع الكوتيشن مالتي. و.S.D. فأقل له الآن نفذ. قلنا إذا نضع علامة من قوطة. ما رح ينفذ. لكن إذا هنا نجي نقل له نفذ مباشرة. العديد من الاثلاثة مالتنا. فما اضع مالتنا فى تعالي فى المالتنا. و.S.D. و.S.D. Leather. و.S.D. و.S.L. 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 وهذا هي المعناه الناس. الآن نستطيع أن نسمي متغير دي اسمه متكون من أف جي أربعة ثلاثة صفر هذا اسم متغير وريده فحصه بي حروف وأرقام أجي هنا طبعا حط عفارة زمن قوط خاطر ما يتنفذ هذا الأقصد بي سوري المشكلة أني أنا ما خليتهم بأن علامة كوشتيشن باعتبار هوا حروف بي فلازم يكون هنا خاطر يعرف أن هذا سترينك وشوف هذه فائدة الماتلاب ينطيني الخطأ مباشرة نقدر أفحصه في الكماند ويندوز في لوحة الإعازات اللي موجودة أمامي فبعضي هسا أجي 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 يا بتر أنا أريد أفحص A تساوي لي is letter من هو ال is letter اللي يريد أفحصه D وأجي لأ أنتر بدون فارز من قوط رحي يجي يا بتر عندك أنت ال F وال G شوف ان ذني letters وذني البقية أصفار هنا عبارة عن حروف هذه إذن واحدة من الدوال اللي نحن نستخدمها لفحص المتغير هل بي حروف و بي أرقام ونقدر نعرف الأول رقم أو حرف وهكذا نرجع إلى دالة أخرى هي دالة الليكث دالة الليكث هي عبارة عن دالة الطينة طول المتغير هي عبارة عن دالة نعرف من خلالها طول المتغير الحرفي يعني اجقب طول المتغير الحرفي مثلا خلني جي نقول أنا عندي هذا المتغير D يساوي FG طبعا لازم قلتاني بما أني أنا أحكي على ثابت حرفي فلازم أحطه بين quotation وهذا الآن أنا من قوط الخاضر لا ينفذ مباشرة و enter شوف الآن إذا أقول ثلاثا لي هادي الآن أنا أريد أحكيها طول D من هو D D أنا خالهم بأن علامة اختباز ذني الجواء إذن هو عرفه حرفي ثابت حرفي لو أشيل هذني رح يطيني أرار قللي بدأ بحرف فإذن هذا ما أعتبر رقم أوكي الآن أنا قلت لي انتر شوفش قلي قلي الطول مالتغني FG 1 2 3 4 5 إذن قلي طول المتغير مالتك 5 طبعا هذا الشيء من الشروط من المتغيرات ما يتجاوز 63 حرف إذا تذكروني فإننا لا نقعد نحسب حرف 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 وإنما تأتي بـ دالة تكتب نائحة وكتب المتغير مالتك وينطيني عدد الحروف الموجودة عندي طبعا بنفس الوقت اكو دالة اخرى اسمها دالة السايز اللي هي مو مثل الطول طول الحرف المتغير الحرفي لا هذي حجم المتغير الحرفي حجم المتغير الحرفي رح يتعامل لها كمصفوفة الان هنا يعني الان انا عندي متغير حرفي مثلا هذا اللي كتبنا قبل شوية اللي هو المتغير الحرفي اللي كتبنا الاف جي ان فايف سيكس هذا متغير حرفي الان انا من اجي اقل لها سايز طبعا اللي دا اكتب المتغير نفسه كله اجيبه اخليناه الكوتيشن بين الاقواس او انا عبرت عليه بمتغير السميته دي فيعرف ان دي هو ذاك شوف الان من اقل لها رح يتعامل لها مصفوفة شنطاني قلي عبارة عن كولوم واحد وخمس اعمدة كولوم واحد وخمس اعمدة اذا انا نحسب هذا كولوم سطر واحد وف عمود ج عمود ان عمود فايف عمود واسكس عمود اذا اذا بها كذا يحسب لي عدد الصفوف والاعمدة مثلا خلنا اجي الى متغير اخر على سبيل المثال شوف هذا المتغير القدامي اللي هو الاسم الاف كذا وحاطه بين اقواس طبعا الاقواس هذي نقدر نستخدمها نسمينا متغير وليكن اسمه اف وخلينا هذا المتغير خلينا هذا المتغير في داخله شوفوا هو متغير واحد اسمه اف خلينا بداخله ثابت حرفي اسمه هاي ثابت حرفي اسمه هلاو ثابت حرفي اسمه باي ثابت حرفي اسمه جود باي داخل شنو متغير واحد اسم اف هساني داعرفوا وقال لي قمت بتحقيق ٥ يسأل بأن أمام ِ سطر واحد موجودة به هذا كولم وهذا كولم وهذا كولم وهذا كولم يسأل يقول لي شامو هذا انت من خليتها بين كوتايشين بين علام اختباس كمتغير واحد إجأ هنا قل لك واحد وخمسة هذا الحج يقول لك هذا هذا عمود 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 وسطر واحد مثل هنا أنا ذني يقول لك ال H I عمود وال I عمود وال H عمود وال E عمود وإذيش كل نس لا هذه تختلف الحالة هنا حلينا بأن علامات هذه الأقواس الكبيرة وميزنا أن هذا هو متغير المستقل وهذا متغير مستقل للوحدة وهذا متغير مستقل للوحدة وهذا متغير مستقل للوحدة فبالتالي هو راح يكون لنا يقول لنا حجم هذه المصوفة اللي موجودة عنده نعم الآن غير هذا المتغير شنو عدنا اللي يخص أيضا السترينج عدنا يعاز آخر اللي هو يعاز الشار أو شارسترستيك وهذا اللي عاز يستخدم لتحويل الاسكي إلى ما يقابله من الحروف طبعا نحن سابقا نتكلمنا على الشفرات والكودات الموجودة عندنا في لغات البرمجة الاسكي هو واحد من الكودات الشون الصفر والواحد أيضا واحد من الكودات في لغات البرمجة يقابله حروف أرقام ويقابله حروف على سبيل المثال الآن نريد تشار للخمسة ستين أحيقل لي يا بتر الحرف اللي يقابل الخمسة ستين هو أي فكل قيمة رقمية إنها قيمة حرفية بالاسكي هذا الموجود عندنا عندنا العازيان الآخرين اللي خصا أيضا الشترينج شوفوا منتقرة كلمة هذا الشترينج ستجدها كأنها لا تجدها لك على سترينج مختصر سترينج فهنا رح يقل لك سترينج جمع بين متغيرين حرفيين سترينج يعني هو يكتبه بهذا الشكل أو يكتبه بهذا الشكل هذا يستخدم للجمع بين متغيرين حرفيين يجمع الحرف الأول مع المتغير الحرفي الثاني ويطيني منعدهين متغير واحد خلني جاء على سبيل المثال هذا القدامنا شوف أنا قاعد نفس القاعد هناك X1 هي 1 X2 هي 2 X3 حسين X4 عالي أكتبتها أنا بالماتلاب مثلاً ها يخصد بهن علامات الماتلاب قلت لها Xtr variable Vcat X1 X2 X3 X4 قلت لي 1 2 حسين علي حسين حسين شوف من أي شيء لل V من بياناتهين هسا هنا رأي تبهن إلي كل واحد هذا الجواب نطاني كلين عبارة عن مصفوفه من المتغيرات هسا بشكل عمودي أو بشكل كولوم أخذ هذه واحدة واحدة وأحاول أن أنفذها و رح نشوف شلو الفرق بياناته بسا الآن CLC عفوين و رح أنا أقول أن هنا بس طبعاً عندي علامات خنحاول إعادتها C1 يساوي على سبيل المثال هاي الكوتيشن قلنا وان وسد القوس وأنا طبعاً أفتح قوس أو أكتب مباشرة وان المهم هو يعتبره ك سترينك أحط فارزة من قوطة خاطر لا يكتب لي وأجي أقول لي X 2 تساوي 2 وأيضاً فارزة من قوطة و رح أقول لي مثلاً X3 أو Z تساوي أي أي variable أنت تقدر تسميه أقول لي هاب 20 وأيضاً وأيضاً سأأجي شوفين أنا أضغط Enter لأن ما حطيت فارزة من قوطة بهذا المكان أطعني الإجابة رأساً و رح أقول X4 تساوي أيضاً علي على سبيل المثال وأحط الفارزة من قوطة خاطر لا يكتب لي النتيجة Enter شوف الآن إذا أأجي أقولين ST STR لاحظ هذه المهمة STR V V V كات وأأجي أحطين أريد أن أدمج X1 فارزة X2 فارزة X3 فارزة X4 وأغلق القوس بدون فارزة من قوط رح أنفذ رأساً شوف شي جاء قال لي قال لي ياب ترى هات شارسترستك مالتك هو أنت عندك 1 2 حسين على شكل شنو ذيرتك العامودي ليش لأن أكون علامة V هذه هذه تشير إلى أنه Vertical لو أأجي الآن نفسه وأشيل V بعد ما أكون Vertical ورح أقل لنفذ شوف شون طانياه 1 2 حسين علي إذا تنتبه ليش لأنه ليس Vertical أعرف أنه سيطانياه على شكل column طبعا أنا هذا هذا نفسه رح أحاول أعيده وخل أسميه مثلا Z تساوي وخل لا يفيد مشكلة وقل Enter شوف كتب لي Z تساوي هذا Vertical حسنا إذا قل لأنه Size حجم Z حجم Z معروف معروف وعنده ثابت حرفي وقل لأنت وقل ماذا قال لي قال لي الحجم مالته هو عبارة عن صف واحد وشنو وست عشر عمود مالذي وقل أجل هذا الآن سوري أجي الآن سوري الآن سوري الآن أجي الآن فارزة X4 و اغلق هذا الان انتانيا vertical خلجي اقلها size المن اللي احنا سمينا اي و اقلها شوفوا اناك اش قلي قلي عبارة عن سطر و 16 عمود شوفوا اناك اش رح يقول اذا تنتبه عبارة عن اربع اسطر و كم عمود واحد اثنين ثلاثة يجي على هذا يحسب مال علاقة ذنين يعتبر البقية اصفار هنا فيجي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يعني هاي الصفر ذنين فارغات اصفار يعتبرين فكم عمود سبع عمودة اذا اقل لي يعني مثلا اريد احسب ايضا الطول مارتل اللي احنا مساع تكلمنا عليه شنو قلني قلنا نروح نقول لها غير الاسطر قلنا نقول لها ياثنين واقل لي الزيت يصبح عبارة عن كولوم واحد قال لي 16 واضح؟ هذا فيما يخلص إذا نريد نعرف الندمج متغيرين حرفيين عن طريق السيترينج ذي أو السيترينج كات طبعا أيضا عندنا